واحد أسأل الأهلي مختلف في إيه السنة يا كابتن خالد نتقبل ناش من أول الموسم أهلي قدم حقيقة كولر قبل الأهلي يقدم عوراء اعتماده ونجح في كاس بثقة الجمهور بشكل كبير استعاد الأهلي جزء كبير جدا من روناقه ومن شخصيته ومن بريقه مع نتائج إيجابية وعلامة كاملة في مختلف المسابقات سواء دوري أبطال سواء كالسوبر سواء دوري محل شفت الأهلي إزاي مع مارسال كولر لا بالشكل أفضل كتير جدا نتائج أحسن بشكل كبير جدا زي ما انت قلت العلامة الكاملة من كل المباريات اللي احنا لعبناها وده الوضع الطبيعي اللي احنا متعودينه من لعيبة النادي الأهلي ومن فريق النادي الأهلي بصمات كولر واضحة بشكل كبير مدير فني عنده خبرة كبيرة بصماته واضحة قدر يحط لعيبة النادي الأهلي وياخد أحسن مستوى عند كل واحد على المستوى الفردي وإزاي أنه يجمعه على المستوى الجماعي فشكل الفرقة تغير شكلنا بقينا نلعب كرة جماعية بشكل كبير جدا على المستوى الفردي فيه لعيبة كتيرة جدا مستوها يتحسن بشكل كبير جدا وأخص بالذكر كريم فؤاد يمكن كريم فؤاد مثلا السنين اللي فاتت ما كانش بالصورة اللي احنا بنتفرج عليه دلوقتي فانا شايف ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح ونتمنى بكرة في مطش بكرة بإذن الله مبارات الكاز ان احنا نكسبها عشان نقدر نواصل بإذن الله في هذه البطولة ونكسبها بإذن الله كتير من اللعبة بدأت الموسم كانت مفجأة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي حاجة ذكرت مثلا كريم فؤاد حطت أنا مع كريم أكرم اللي مفيش استعاد رجع بسرعة فورمته استعاد حيويته استعاد جزء كبير من المستوى متولي كان مفجأة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي السنة دي طاهر كان من الأسماء يمكن اللي تعلقت بالشدة بداية الموسم هي قصة قصة راحة بس يعني فكرة انه الفرقة ريحت بدلي شويتين وأول مرة تاخد فترة إعداد وتاخد راحة سلبية فالعيبة رجعت والقصة فيها تفاصيل تانية الناس يمكن ما تعرفها لا دي من أحد الأسباب المهمة الراحة يعني اللعيبة استعادت شفاها بشكل كويس جدا خدت فترة كويسة من الراحة وتم إعدادها بدنيا ونفسيا وفنيا وخططيا بشكل كويس على المستوى الفردي هي دي بقى براعة المدير الفني إنه هو ازاي يطلع أحسن حاجة من عنده كل واحد من إمكانياته عينين شايفة ازاي كابتر خير عينين مرسل كولر في تقييم الأماشة وتوظيفها وإنه يطلع أحسن ما عندها يعني لا عينيه كويسة جدا وفعلا هو قدر يطلع أحسن ما عنده كل لعيب من إمكانيات سواء هجومية أو دفاعية وإزاي يوظفها على شكل الجماعي بالنسبة لمستوى الفريق فهو حط بصمته وده باين زي ما قلت على المستوى الفردي بالنسبة للعيبة وعلى المستوى الجماعي بالنسبة للفرقة والحمد لله على مستوى النتائج والبطولات وبعد بطولة السوبر اللي احنا قدناها في الأول دي قد الدفعة كبيرة جدا بالنسبة للعيبة والجهاز ودتهم ثقة بس ده طبيعي ده طبيعي فإحنا نتمنى أن احنا نفضل ماشيين على هذا المنوال في مشوار الكاس والدوري بإذن الله مطش بكرة صعبة كابتر خالد آه طبعا صعب يا نفيش مطش صعب دلوقتي أنا عارف طبعا بس يعني فكرة أنه أنت تبقى ابتدت الموسم والعجلة دارت والانسجام والتناغم وفكر المدير الفني واصل والعيبة وصلت المستوى جاهدة جدا في بداية الموسم فيجي فترة التوقف ويجي أول تطلع بعدهم مطش كاس كل ده ما زودش من سوء يعني أنا عارف أن كل موجهات الأهلي صعبة في أي بطولة في دولة في كاس في أفريقيا في مصر في أي حتة بتبقى الموجهة صعبة لكن فكرة التوقف النوعا ما الطويل وبعد كده ترجع في مطش كاس في مواجهة المقاولين وانتعرف أن المقاولين واحد من الفرقة برضو الكبيرة كل ده ما يتزودش من صعوبة مواجهة بكرة لا يتزود طبعا وبعدين مباراة الكاس غير مباراة الدولة مباراة الكاس دي ليه حسابات تانية خالص لأن انت ممكن تتسرق في دقيقة تطلع من بطولة فمحتاجة تركيزه ومحتاجة زي سيناريو المطش يتحط بشكل كويس جدا محتاجة أن اللعيبة تكون في قمة تركيزة من ناحية حتى استثمار الفرص اللي اجي لنا لأن ممكن فرصة ما تتعوضش تاني الفرصة اللي تيجي لازم نجيبها جون إزاي الحفاظ ان انت تطلع كاسبان عشان تقدر تواصل في هذه البطولة هي دي الصعوبة دايما بطولة الكاس غير بطولة الدوري لأن ما فيهاش مجل التعويض الدوري لو انت اخفقت في مطش ممكن تعوضه ولكن مسابقة كاس بتضيع منك بطولة وهي بتيجي من هنا الصعوبة وفرقة المقاولين زي ما انت قلت من الفرقة اللي بتقف تقف كويس وبالدافع كويس وتتمركز دفاعين كويس من هنا بتيجي صعوبة اللقاء فبإذن الله انا اتمنى ان بكرة في مطش بكرة نجيب جون بدري عشان الدنيا المطش يتفتح ويبقى سهل بالنسبة مستوى صعوبة المطشات اللي خدها النادي الاهلي مع اختلاف الظروف والمسابقات يعني سواء في افريقيا مع وصيف الدولة التونسي بره ارضك وجوه ارضك سواء مع الزمالك المصري في الامارات في السوبر او حتى هنا في الدولة مع الاسماعيلي وكذا كلها يمكن كانت مطشات في راية الصعوبة ورغم كده نجح الاهلي في تحقيق العلامة الكاملة زي ما اتفقنا على مستوى النتائج لكن هل بتشوف انه وده كان سؤال الموسم اللي فات السؤال اللي كان عند اغلب الجميع هل تعامل او نجح مارسيل كولر في التعامل مع مشكلة الفعالية الهجومية فكرة قدرة ترجمتك عدد الفرص اللي انت بتخلقها او المرات اللي انت بتوصل فيها المرمة الخصم عالجها بشكل ناجح او بنسبة كمف المية من وجهة نظر كابتن خالد وإيه اللي نقص عشان الاهلي هجوميا يبقى يعني قوة ضربة زي ما بيقول لا طبعا عالجها بشكل كبير جدا يعني بشكل ناجح بشكل كبير جدا واكبر دليل على كده ان احنا الحمد لله كل الماتشات اللي لعبناها تحت قيادته كسبناها مع فرق على مستوى الافريقي فرق جمدة على مستوى الدوري فرق جمدة فهو قدر يوجد الحلول الهجومية بالنسبة لعبت النادي الاهلي تمام ازاي نوصل للجون وازاي من اقصر طريق نقدر نوصل لمرمة المنافس ونقدر نهدف يمكن الحاجة اللي نقصانا بس شوية تزديد من خارج منطقة الجزاء لان ده مهم جدا 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 بالذات في المباريات اللي حتلاقي الفرق اللي قدامك بتتكتل دفاعيا قدامك زي مثلا ماتش بكرا يعني دايما انت على المستوى المحلي سواء دوري او كاس النادي الاهلي بيقابل صعوبة ان كل الفرق بتنزل تلعب جيم دفاعي بحت ما لهمش اي طموح حجومي من هنا بيجي بقى التكتلات الدفاعية ازاي تتغلب عليه سواء من على الاجناب سواء الاختراق من على الاجناب او الاختراق من العمق او التزديد من خارج منطقة الجزاء انا نفسي اشوف لعيبة النادي الاهلي بالذات لعيبة خط النص ازاي بيسدده من خارج منطقة الجزاء لان ده من احد الحلول اللي تخليك تتغلب على اي تكتل دفاع هو يمكن لو قرينا كده مع بعض معدل تسجيل اهداف بين رؤوس الحربة او لعبة الاطراف والقلب هنلاقي انه مساهبة رؤوس الحربة اقلب كتير هالقصة قصة مهاجم ولا هالقصة ان طبعا المسؤول الاول قدام الجمهور اللي بيحسب على فطورة الاهداف هو المهاجم الصريح سواء كان اللي لعبه كان شادي او شريف دول اللي راهن عليهم ميستر كولر بشكل اساسي لكن نسبة اهداف دول مقاتن بالاطراف او لعبة خط النص يعني كريم فؤاد حمدي فتحي برونو سافيو مش فاكر في حد تاني معها هم اللي مسجلين تقريبا العدد الاكبر من اهدافنا دي شريف سجل وشادي سجل لكن النسبة هل دي مرتبطة بطريقة اللعب وفكر ميستر كولر ولا هل دي مرتبطة بفكرة القدرات والامكانيات الخاصة بمركز رأس الحربة في نادي الاهلي لا بطريقة اللعب وبخطة اللعب ودايما النادي الاهلي دلوقتي اللعيبة بتاعت نص الملعب اللي بتيجي من الخلف للأمام هي اللي بتبقى مش مراقبة وعندها فرصة كبيرة جدا ان هي تجيب اهداف مش شرط رأس الحربة دلوقتي مش زي زمان لا رأس الحربة دلوقتي ممكن يتحرك عشان يخلق مساحة لأي حد من لعيبة خط النص يجي يقدر يحرز منها هداف راضي عن مستوى شادي وشريف اللي ظهروا بيه من بداية الموسم لغاية دلوقتي بنسبة كم في المية؟ بنسبة 60% 60% يعني لسه شوية لسه شوية لو بتدعم تدعم مركز رأس الحربة ولا تدعم خط النص ولا تدعم خط الدفاع لا رأس الحرب بس بأدعم بلعيب مختلف مختلف في الإمكانيات ومختلف في الأداء يعني مش ما يبقى زي شريف وزي شادي حاجة تانية يبقى قوي يبقى محطة لأن انت عندك لعيبة كتيرة مهاريين بيجوا من نص الملك انت محتاج رأس حربة تقدر تسند عليه اللعب وتقدر يبقى محطة ازاي ان هو يخلق لك كمان مساحة للناس اللي جاية من نص الملك النموذج اللي بيعمل ده من وجهة نظر كابتن خالد او عمل ده حتى في الأهلي قبل كده يعني لا التركيبة دي مش فاكرها يعني يمكن قديمة شوي نقول مثلا اي مين يعني من جيل اي لا من جيل الالفين وستة بقى فلافيو مثلا اه فلافيو مثلا احنا حاجة افريقي محترم سريع قوي يقدر يحرز اهداف من داخل منطقة تنجازة مطش بكرة الغيابات اللي ممكن تكون اكيدا غياب متولي وغياب معلول والاثنين كانوا عناصر أساسية في كل المطشاط اللي عيب على الأهلي في من بداية المسلم لغاية القابلة بالتوقف مباشرة الأفضل والأنسب من وجهة نظر كابتن خالد ان هما يشغلوا المركزين دول في مباراة بكرة والله اي حد موجود يعني هتلاقي كل لعبة النادي الأهلي لما حد بيغيب اي حد بيلعب بيوين بس الفانيلا بتأكيد ديك وجهة نظر يعني مين أنسب ان يؤدي الدور في الحتة دي يعني متأكد أن سكوار الأهلي كلهم نجوموا على أعلى مستوى بس موجة نظرك مين بكرة تراهن عليه أو تتمنى أنه مستر كولر يدي له فرصة فيه يعني هو اللي موجود في ناحية الشمال اللي ممكن يلعب ممكن محمد أشرف ممكن رقفة خليل وايمن أشرف ايمن فمسافر عسن التأهيل يلاقي فرصة متالي محمد أشرف ممكن كوكا برضو لأ ممكن محمد أشرف فرصة تكون قد وفي قلب الدفاع في قلب الدفاع عندنا ناس كتير برضو يعني أي حد هيكون موجود هيقدي بشكل كويس أتمنى التأفيل للأهلي بكرة إن شاء الله